السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي الشرح اليوم سيكون حول كيفية استراد صورة إلى ملف ملفك بالأتقاد دون أن تختفي وتحتفظ بها ودون أن تكون الصورة بجوار الملف المهم هاته هي الصورة التي سنستعمل عليها الشرح مثلا لدي صورة سأقوم بتطبيق الشرح سنقوم بوضع ملفين A و B فمثلا نقوم بتطبيق الصورة تختفي بملف A ثم طريقة لنحتفظ بالصورة بالملف B جيد نقوم بفتح الأتقاد عفوا السريع نقوم باستراد الصورة انسرسيون وبعد ذلك رفيرانس ديماج راستي ثم نقوم بتحديد الصورة المراد استرادها جيد بيرو ثم بعد ذلك بلند انسامبل جيد نقوم باسترادها بشكل تلقائي جيد مثل هذه جيد كالمؤتد عندما نقوم باستراد الصورة بهذه الطريقة نقوم بحفظ حفظ الملف ونقوم بتسميته A جيد بيرو A أورجستري جيد نقوم بغلق الملف ثم بعد ذلك فمثلا انني ان الصورة التي قمت باسترادها حذفت سوبريمي جيد الصورة لا توجد مع الملف نقوم بفتحه سنجد ان الصورة اختفت سنجد ان الصورة اختفت من ملف الأوتوكاد ما المشكلة المشكلة هو دائما يجب ان ترفق الصورة بملف الأوتوكاد يعني كلما قمت ب اخذ كوبي لملف الأوتوكاد يجب ان تأخذ معه الصورة لكن مع هذا الشرح سنعرف كيفية سنتعرف على كيفية اخذ ملف الأوتوكاد دون أخذ الصورة معه أو أو دون أخذ الصورة المهم نقوم بفتح ميلة في جديد بعد ذلك الطريقة وهي نذهب إلى الصورة هذه هي الصورة نذهب إلى الصورة وبعد ذلك نضغط على على زر الفعل اليمين وبعد ذلك مضيفي جيد يتم فتح الصورة ببرنامج بنت فهو معروف جدا جيد بعد ذلك نقوم بسيلكسيون وتحديد المساحة الذي نحتاجها ثم بعد ذلك رجنيري جيد ثم بعد ذلك نقوم بتحديد الصورة كوبي نذهب إلى برنامج الأوتوكاد وبعد ذلك إديسيون كولاج سبيسيال نعم كولاج سبيسيال ثم نختار نختار نقوم بإغلاق الملف ثم بدأ ذلك إغلاق الملف السابق جيد عندما سأقوم بمسح الصورة ونشاهد إذا اختفت الصورة من الملف أولا أين هو الملف B؟ جيد هذا هو الملف B نقوم بالدخول الصورة لا تزال تظهر بالملف B لكنها اختفت بالملف A وهذا دليل على أن إذا قمت بهذه الطريقة عبر برنامج البنت وقمت بأخذ الصورة من البنت ثم بعد ذلك قمت بكولاج سبيسيال ببرنامج الأوتوكاد فلا يهم إذا اختفت الصورة أو أتلفت أو أنك أخذت ملف الأوتوكاد وحده لكن بالطريقة الأولى عبر انسرسيون ريفيرونس ديماج راستي فأنت ملزم أن تقوم بإرفاق الصورة مع ملف الأوتوكاد شرح اليوم قد انتهى أتمنى أن ينال إعجابكم إذا عجبك المحتوى لا تنسى مشاركته مع أصدقائك قلها الخوك قلها لصحبك مهم توصل أكبر عدد من الناس باش يستفيد الجميع إذا لم يعجبك الشرح قل لنا ما لم يعجبك لنقوم بتطوير المحتوى إن شاء الله شكرا لكم شكرا لدعمكم صراحة فرح جدا لدعمكم صراحة الوقت لا يكفيني لتشجيل الدروس كل يوم كل يوم لكن وضع التحدي وإن شاء الله سأقوم بمواصلة التحدي برغم من الضروف برغم من كثير من الأشياء برغم من عدم توفر الضروف الملائمة لتشجيل الدروس كل يوم لكن بفضل دعمكم والكثير من الإخوان من عائلة تقنية مساحة يقولوا لنا نحن معك وأنا أيضا معكم إن شاء الله سنقوم بمواصلة التحدي سنقوم بوضع الشرح كل يوم إن شاء الله معلومة تطبيق برنامج لا يهم نصيحة المهم تستفيد شيء عند مشاهدة فيديو من القناة يجب أن تستفيد شيء يجب أن تستفيد هذا هو المهم إلى حلقة غدين إن شاء الله